اهلا بحضراتكم من جديد في اخر حواراتنا لهذا اليوم اكيد لازم نختمه طبعا بموضوعهم جدا موضوع التعليم وجودة التعليم مش تعليم بس موضوع التعليم ده احنا خلاص فرد منه ان التعليم شيء اساسي لكن اللي بنتكلم فيه هذه الفترة واللي بتأكد عليه طبعا الحكومة وبيأكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيزي لابد ان يكون فيه جودة للتعليم ازاي نحتف جودة ونقل نوعية في التعليم ده اللي احنا مهتمين بيه في الفترة القادمة ان شاء الله اكيد نحو معلم افضل باعتباره هو الاداة والوسيلة اللي هتوصل المعلومة للطلاب واللي بيكون عليها العامل الاكبر مكتبة الاسكندرية بتطلق مبادرة نحو معلم افضل ده طبعا مشروع جديد هم هيقوموا عليه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمكتبات المصرية وغيرها من المهتمين في مجال التعليم في مصر عشان يحدثه نقلة نوعية في مجال التعليم وبالتحديد في المعلم الاستثمار يكون في المعلم في هذه الفترة عشان نحدث نقلة نوعية في التعليم بكل الطرق الممكنة خلينا نرحب بضفنا الكريم ونستغل الوقت نحن نتكلم عن جودة التعليم في الفترة القادمة وكمان المناهج الدراسية مشافتنا نحن نكلم فيها في هذه الفقرة مع دكتور محمد صالح الإمام أستاذ الدراسات الدربوية بجامعة طنطة شرفنا دكتور تعلم فيه جميل أهلا سهلا حدك شايف أن احنا أفضل حاجة ممكن نستمر فيها في الفترة دي هو المعلم باعتباره ولا يوصل المعلومة للطالب ولا يوصل المعلومة لكل القائمين على العملية التعليمية فبالتالي المبادرة دي ممكن فعلا تكون مبادرة حقيقية هي تؤتي وكلها زي ما بيقولوا بالنسبة للطلاب ويكون مفيدة بالنسبة لهم خلنا نقول تحية الأول لكل معلمين مصر ولكل معلمين الأمة وتحية للمخلصين العاملين على التنمية الحقيقية للتنويم في الظروف الحالية تحية لكل الذين يراعون ضمائرهم في أعمالهم تحية لكل العاملين في المؤسسات التعليمية والطربوية نحو معلم أفضل مبادرة طيبة مبادرة متميزة مبادرة لها أهداف ونوايا خالصة تماما لعملية التطوير والتنمية لكن كثير من المبادرات أنشأت وأقيمت والورش العمل أنشأت وأقيمت ومؤتمرات كثيرة ومتعددة ونوايا كثيرة ومتعددة ما هي الإجراءات العملية التطبيئية التي تنهب بالعملية التربوية التعليمية ده اللي نحن عايزينه ده مهم جدا بالضبط ما عندنا نحن عايزين بقى نعمل مؤتمرات وندوات ومحاضرات ولقاءات ونطلق مبادرات دون أن يكون هناك آليات للتنفيذ والإجراءات نحن ننظر إلى المستقبل كأنه أمل قادم المستقبل فعل واقع لا بد أن نعتقد أن كل حركة وكل علم وكل قطوة وكل بحث نجري في هذا الجانب هي إجراءات طبيئية وليست إجراءات شكلية نحن معلم أفضل أنا كان بود بي المعلم الأفضل ما هو أفضل من الحال لا المعلم المصري الآن هو معلم من المعلمين المتميزين على مستوى العالم له كمته وله كرمته وله علمه ولا أبحاثه لكن إحنا عايزين بيئة احتضان لعملية التعليم ككل عمود بيئة الاحتضان هو المعلم الأساس كله إذا كان المعلم عنده حالة نفسية ومزاجية مرتفعة لا بد أن يعطي داخل مدرسة إحنا عايزين نعمل انضباط لأن المعلم منفتح مفكر ملهم مطلع مبدع كل ده مواصفات المعلم المصري اللي إحنا علمنا العالم كله ما فيش مكان بالمناسبة يعني أنعي للعالم كله الأساس الدكتور العالم الجديد والمعلم الذي يعني نقدر نقول للمعلم الذاتي رقم واحد لأنه تعلم في أرض مصر ثم ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية فكان نجماً ساطعاً في سماء العالمية هذا هو أحمد زويل صحيح نقول يعني فعلاً أسكن الله فسيح جناته بحكم عمله وبحكم أدائه وبحكم نياته التي كان يريد أن يطورها في الأمة العربية كلها وليس في مصر بس ولنا في أحمد زويل تجربة مهمة جداً لازم يشتغل عليها أنا مؤمن أوي بفكرة أحمد زويل لما جاه أنشأ الكوادر وعمل بأبدان صحيحة ذات أفكار علمية رصينة ثم بدأ في البنيان ونحن تابعنا حركة البنيان في جمع الزويل هنا وهناك حتى أصابه المرض بوادر حقيقية لأن المصريين قادرين أن يصنعوا المعجزات يعني المصريين قادرون أن يصنعوا المعجزات نعم صح التعبير اللغويا أريد أن نتكلم عن فكرة الاستثمار في التعليم فكرة الاستثمار في الطفل نفسه أننا نستثمر فيه في القادم عشان يكون عالم ويكون مفيد جداً لبلده زي ما كان دكتور زويل كده على وجه التحديد حسنا نتكلم فكرة المعلم هو الأسف مكرم في كل دول العالم لكن خلينا نكونوا واقعين في مصر هو أقل حالاً من فئة كثيرة جداً في المرتب في الدخل في المعاناة في معاناته في العمل في وسائل حتى التواصل التعليم التربوي الخاصة به كل دي مشكلات لازم نكون حققين مع أنفسنا عشان نقدر نواجه يا دكتور إزاي إحنا ممكن نوصل المعلم إن هو يكون مستريح في كل ده عشان يقدر يزرع في الطفل أشكرك جداً جداً يعني لتطرقك لازين مسألة اللي هي المعنويات الوجدان فعلاً زي ما قلت في البداية بيئة الاحتضان النهاردة بيئة الاحتضان إحنا عايزين فعلاً المعلم عنده جاهز لكن بيئة الاحتضان مش تمام عندنا المباني جاهزة وهيئة الأبنية عاملنا مباني كثيرة جداً لكن خاوية من المعلمين ومن الطلاب تمام ليه؟ لأن ما عملناش عوامل للنجاح عوامل للنجاح لما نيجي نبص عليها المحور قلنا محور التقدم الرئيسي هو الإنسان الإنسان بيتمثل فيه العاملين في التربية والتعليم والطالب المستقبل ثم وليه الأمر الثلاثة دول ثلاثة حلقات متوصلين لنجاح العملات التنموية المباني إحنا شوفنا دول ما كانش عندها مدرس كانوا بقعولوا في الشوارع ويتعلموا وبدأت التجارب الحقية من الشوارع ومن تعليم الكتاتيب ليه ونبقى بيد ليه معلش يا دكتور إحنا من الكتاتيب بتاعت نبتدي من مصر يعني الكتاتيب خرجت أفضل علماء وأفضل ناس وأفضل ناس تعلمت هي الكتاتيب تمام أشكرا فيبقى إحنا عادينا نهتم بالمباني دولتي وسيبين الأساس سيبين فكر إنساني سيبين السعر العقلية سيبين التنوع في السعر العقلية بنشتغل على المفاهيم المظهرية فقط ما قلت في البداية برضو عملية التنويم والتنمية التنويم إحنا بننوم ليه ولاده إيه موضوع الدروس وإيه التحصيل الدراسي وإيه فكرة إن ابني يجيب 100% أو 99% أو 95% وميلاقيش كلية متميزة ما كل كليات متميزة إحنا عاوزين نخرج الطالب بتاعنا متميز يعني إيه متميز ما قلتش متفوق ما قلتش التفوق التحصيلي أنا قلت متميز متميز ممكن يكون بتاع موسيقى ومتميز جيدة ينفع فيه وما ينفعش بزبط هو جواه ميول هو إيه لأنه عاوزين تكاملية الإنتاج وليست محدودية الإنتاج مش كل ولادنا يبقوا مهندسيين وكل ولادنا يبقوا لكترة لا عاوزين كل ولادنا يبقى فيه تكاملية في المجتمع عملية قاطرة قاطرة معناها تنمية حققية شاملة تشمل إجراءات الكافية للعملية التربية والتعليمية ذات الجودة التي تتحقق الحياة أنا عندي سؤال في حياة دكتور برضو لو استسمع حضرتك يعني عندنا سؤال نتكلم دايما الطبقة التي دمتلك إن هي دخل أولادها المدارس الخاصة هما بدخلوا أولادها المدارس الخاصة بدون تفكير على الإطلاق مع أننا في السابق ومنهم دكتور زويل الله يرحمه خارج المدارس الحكومة إذن كانت جودة مدارس الحكومة في السابق جودة 100% أصبحت الآن في تراجع مستمر أو في تراجع بعض الشيء في مقابل تغيان الطبقة التي تتوجه للمدارس الأجنبية ومدارس اللغات باعتبار أن التعليم والاستثمار الحقيقي في الطفل عايزين نتكلم برضو دكتور في النقطة دي ليه إحنا شايفين تراجع أو فيه خلل في الميزان ما بين التعليم الخاص والتعليم الحكومة شكرا يا سامر شكرا يا سامر إحنا قمنا بصورتين الصورة الأولى يعني والصورة الثانية الصورة الأولى 18 اليوم فيها أزهل العالم كل والصورة الثانية كانت صورة تغيير مصار وتحديد رؤية جديدة اللي أتنا أو انتفاض عن تغيير الهوية بمعنى أفضل الصورتين دول أنا بقول الهدف الرئيسي بتاعهم كان مفروض إزالة الفوارق والطبقات بين المجتمع وتحقيق الإعدالة التعليم الخاص النهاردة أصبح مواها مش عملية تعليمية تنموية تساند أو جناح للتنمية لا ده هي أصبحت عملية مظهرية أكثر من عملية تنموية التعليم الخاص النهاردة شوف مساريفه كان والتعليم الحكومي مساريفه كان التعليم الحكومي ما فيش مساريف إطلاقا ما يفعش كلام ذا إحنا التعليم الخاص التعليم الحكومي هي مؤسسة تعليمية واحدة لا يمكن أبدا التمييز الحادث في المجتمع التعليمي في مصر بهذا الشكل ونجد أن السنوية العامة سنوية ذات أبعاد أخطابطية اللي واخد من مدارس الدولية والمدارس التجربية والمدارس التجربية طب نظامها إيه؟ طب مدارس حكومة نظامها إيه؟ طب مدارس الدولية نظامها إيه؟ طب الشهادات المعادلة نظامها إيه؟ لا المسألة هنا عايزين فعلا تحديد المجلس القومي للتعليم ما قبل الجامعي أنا شايف المشاين بضوء وملوش سياسة واضحة للإجراءات المبادرات اللي بنقولها عايزين نجمع كل هذه المبادرات ودعوة هنا لكلية التربية وأستاذتنا الكبار في كلية التربية وطلبنا في كلية التربية أن نتحد حول رؤية طبيعية وكفاهية كلام نظري يعني نحن نرضى في بني سويف فتحنا كلية اسمها كلية علوم الأعق فتحنا الكلية دون أن يكون هناك لها كوادر متخصصين وبدأنا نجيب أستاذ علم نفسي من مكان الفلاني وأستاذ أصول تربية من مكان علاني كيف هذا؟ أنت عملت كلية ممتازة ذات أهداف رائعة وكلية فريدة على مستوى المنطقة العربية كلية علوم الأعق أنت اشتغلت في إيه؟ اشتغلت في كلام نظري وما عملتش إعداد لكيان يقوم على تعليم جيل جديد هو ده تخريج المعلم إحنا بنقول إعداد معلم جديد إحنا عايزين معلم يعلم إحنا عايزين إعداد من جديد للمعلم وراء كل طالب متميز معلم متميز كل هذه المسائل فين؟ طيب دكتور برضو عشان وقت ما ياخدناش وإحنا خلاص يعني ما فيش قدامنا وقت معدود نقطة المناهج نقطة المناهج التعليمية دي نقطة مهمة جدا الكل مهتم بالنقطة ده لوجه التحديدي يعني كنوزيري تربية والتعليم دكتور هليل الشيربيني مهتم بالنقطة دي الرئيس نفسه مهتم بالنقطة المناهج التعليمية المحتوى التعليمي اللي كان بذي نقول كده بالكيلو جوه الكتاب حمل وثقل على الطالب بيحاول ينساب كل الأشكال الممكنة بعد ما يخلص أو بيفرغ من المذاكرة مباشرة أو الامتحان مباشرة مش هازف تكره أي حاجة من كتير احنا هنا بنعتمد على الكام مش الكيف على الإطلاق شافحة ديك نقطة المناهج التعليمية دي لازم نقول فيها أولا تحية للرئيس لأنه أعطى مؤشر إجرائي مشكلان في تكريم الحاصلين على الدرجات النهائية أو المتفوقين في الرياضيات رؤية صائبة مائة في المائة فكل الشكر والتقدير إلى هذا التوجه الذي يؤمن بأن الرياضيات والعلوم هما أساس تنمية حقية لهذا المجتمع ويؤمن بأن التلقين ليس له دور في هذه المرحلة ويؤمن بأن طريقنا الوحيد والحل هو في الإبداعية والابتكارية والعلوم النقدية هذه المسائل نحن في حاجة شديدة إليها بالنسبة للمناهج وما حدث فيها من تغيير وتعديل ويقال أنه تطوير أقول بأنها عمليات إعادة محلك سر التشبيه الحقيقي فعلا إحنا بنتحرك في المكان ما فيش تحرك للأمام طيب إيه التحرك يا دور؟ التحرك للأمام لابد أن تكون نظرة مواكبة للعلوم العالمية إحنا عادة نقول إحنا بصنا المناهج سنغفورة ومناهج ماليزيا ومناهج نيوزولندا والمناهج الأمريكية والمناهج العربية كلام بنقوله حقيقة الأمر ليس هذا بوجود على أرض الواقع هدي مثال بسيط جدا في كتاب علم النفس كتاب علم النفس لما حطناه لرؤية مستقبلية سنة 2013 هذا الكتاب عمل له لجنة سنائية مكونة من حوالي 7 أو 8 لتعديل الكتاب فوجيت يا أستاذ عمر ودي بقولها للسيد الوزير وبقولها للسيد رئيس الوزراء أن الكتاب عاد إلى الخلف مجموعة بالكامل اتحطت لجنة التعديل أنا مؤلف هذا الكتاب يعني موجبا كلام نظري لا أنا مؤلف هذا الكتاب وحطينا رؤية مستقبلية للكتاب في منتهى القوة وكنا نتعشب أن يكون هذا الكتاب هو كتاب عربي موحد لعلم النفس والاجتماع لكن فوجيت أن لجنة التعديل مغيرة ورجعت لأستاذنا الأستاذ الدكتور فؤاد وحطب من سنة كامو ستين واثنين وسبعين للكتاب القديم رجعوه وحطوا مراجعهم على الكتاب وانتهى الكلام هذه رؤية مناهج إحنا نبحث عن المناهج المصرية لابد أن تكون مناهج تفكيرية عصرية بظبط إحنا محتاجين فعلا منهج تفكيري مش منهج ترقيني محتاجين مناهج مع تقنيات محتاجين الأستاذ النهاردة المتأمل عايزين معلم فق Fa متأمل عايزين كمان فيه نقطة مهمة كفاعات المعلم ذاتيا اللي هو المعلم يشتغل على نفسه المعلم يكون باحس متميز المعلم يكون ملم ومطلع عاوزين كمان المعلم يكون شغال مع البيئة المجتمعية يعني متطوع والبيئة المجتمعية تشتغل حاجتين عند نقابة متميزة تستطيع أن تقف في ظهر المعلم وتستطيع أن تعطي للمعلم حقوقه وتستطيع أن تقف جنب المعلم في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية المختلفة لكن نقابة عندنا نقابة معدومة نقابة جاءت مجموعة تسير الأعمال أهدرت أموال النقابة النهاردة ما حاش تقيم معاشات للمعلمين اللي خارجوا على المعاش في الحياة دكتور دي كلها يعني مشكلات ومعوقات كبيرة جدا من اختصرها أن المعلم فعلا عنده مشكلة يعني المعلم عنده فعلا معاناة المعلم محتاج نظرة جدية من الدولة ومن الحكومة أنه يجب أن يتحسن بكل الطرق الممكنة ويتم بحث بكل الوسائل الممكنة أستاذ عمر هنختمها بحاجة جميلة لو كلمة صغيرة بس عشان نشرط الأخبار إذا أرادت الدولة الإصلاح فعليها بإصلاح حال المعلم صحيح إذا أرادت الدولة الإصلاح فعليها بإصلاح حال المعلم وراء كل طالب متميز معلم متميز وراء كل مدرسة متميزة مجموعة من أولئك الأمور متميزين التشاركية المجتمعية في الإرادة التعليمية هي لابد أن تكون متوفرة وأناشد القيادة إن زي ما إحنا عاملين التطور الهائل في الطرق والكباري والبنيان لا نهتم بالأبدان ونهتم بأن تكون الإدارة النفسية هي الإدارة الفاعلة في هذه المرحلة شكرك يا دكتور طبعا على كلام حضرتك اللي لازم نختم بيه لازم يكون محل اهتمام فعلا من كلام حضرتك بشكرك شكرا جزيلا شرفتنا أستاذ دكتور محمد صالح الإمام أستاذ الدراسات التربوية في دعمة طنطة مش جامعة طنطة أستاذ دراسات التربوية للعلوم النفسية ومستشارة من نفس الصباح شكرا جزيلا شرفتنا دكتور بنشكل حضرتك وحسن المتابعة غدا بإذن الله فريق عمل جديد من برنامجة الصباح تقبل تحياتي وتحيات فريق العمل اللقاء